بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام ما أجمل أن يعيش الناس في وصال على الدوام ما أجمل أن يعيش الناس بل أن يعيش المجتمع محبا لبعضه البعض هناك ترى الخير وهناك ترى الاتحاد والقوة والاعتصام إسلامنا يدعونا إلى صلة الأرحام كمبدأ أساس من مبادئ التعاون من مبادئ صلة المجتمع كله من مبادئ أن يعيش المجتمع يدا واحدة وكيانا واحدا وقلبا نابضا إن إسلامنا حين يدعونا إلى صلة الأرحام إنه يهدف إلى هذه المعاني وقديما قال سيدنا علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين قال لولده يا ولدي لا تكن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في القرآن في مواضع عديدة يقول الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وقال ربنا سبحانه وتعالى فهل عصيتم إن توليتم أم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إلى غير ذلك من الآيات التي يأمرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بصيلة الأرحام وينهانا عن القطيعة لأن البر أمان لأن البر خير لأنك حين تصل رحمك حين تصل حتى مجرد الأقارب هذه الصلة بر بوالديك نعم أتسائل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد الممات يعني لو مات الوالد أو ماتت الوالدة الأم هل بقي البر هل ما زال البر موجودا أم أن البر ينتهي بموت الوالدين قال النبي لما سأله السائل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد الممات قال نعم يعني هناك بر ماذا يا رسول الله ماذا عن هذا البر حتى بعد موت الوالدين قال الصلاة عليهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما لاحظ وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما بل وإكرام صديقهما يعني ليس مجرد صلاة الأرحام وفقط وإنما أيضا أصدقاء الوالد أصدقاء الوالدين تصلهم هذا أيضا من معاني البر بالوالدين قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أيها المشاهد الكريم إن البر غنى إن البر ساعة وبسط رزق بل زيادة في العمر الله أكبر نعم قال نبينا صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وفي رواية من سره أن يبسط له في رزقه وأن يبسط أو أن ينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه فصلة الأرحام بركة وصلة الأرحام زيادة ونماء وصلة الأرحام بسط في الأرزاق وزيادة في العمر وخير وترى البر من أولادك وترى الخير كله إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك اللهم آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله